يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على حسين وصدره الضامي سلام على حسين ونحره الدامي وصدره الضامي سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الحلقة الثالثة من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله معادي لمن عاديتي مبغض لمن أبغضتي محب لمن أحببتي زيارة الأربعين عنوان مثل ما تقدم في الحلقتين الماضيتين عنوان يشير إلى أولا عبادة حقيقية بمناسكها وطقوسها وشرطها الأكبر أن يكون الزائر عارفا بحق الحسين ثانيا إنها الجزء الثاني من المشروع العاشراء العاشر من المحرم عنوان للجزء الأول من هذا المشروع العشرون من صفر عنوان للجزء الثاني من المشروع العاشراء إنها عاشراء السجاد والعقيلة وأسار آل محمد صلوات الله عليهم جميعا ثالثا زيارة الأربعين عنوان وإشارة واضحة واضحة إلى واجهة من الواجهات الكبيرة للحاضنة الحسينية المهدوية وصلت معكم في الحلقة الماضية في جولة ما بين كتب مراجع وعلماء الشيعة إلى الحر العاملي المتوفى سنة ألف أمية وأربعة للهجرة لقد تسلسلت مع الزمن بدأت من المفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاثة عشر للهجرة وألقيت نظرة سريعة على كتابه الإرشاد وعلى رسالته مسار الشيعة ومنه إلى المرتضى في مجموعة رسائله ومسائله حيث أجاب عن سؤال يرتبط بالموضوع الذي بين أيدينا والمرتضى توفي سنة أربعمية وستة وثلاثين للهجرة ومنه إلى الطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة حيث وقفت عند كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد وعند جزء من أجزاء تهذيب الأحكام ومن الطوسي إلى ابن طاوس المتخصص في شؤون الأدعية والزيارات إنه رضي الدين علي بن موسى المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة ووقفت عند كتابه مصباح الزائر وعند اللهوف على قتل الطفوف وعند كتابه الشهير إقبال الأعمال ومن ابن طاوس انتقلت بكم إلى تقي الدين الكفعمي المتوفى سنة تسعمية وخمسة للهجرة ومنه إلى ملا حسين الكاشفي المتوفى سنة تسعمية وعشرة للهجرة الكفعمي وقفت عند كتابه المصباح إنه الكتاب الشهير بين كتب الأدعية والزيارات مصباح الكفعمي وأما الكاشفي فعند كتابه الذي صنفه باللغة الفارسية روضة الشهداء من أشهر الكتب باللغة الفارسية في موضوعه وترجم إلى اللغة العربية ومن الكاشفي إلى الشيخ البهائي إلى بهاء الدين العاملي المتوفى سنة ألف وثلاثين للهجرة ووقفت عند رسالته توضيح المقاصد وهي تقويم شرعي ديني قرأت ما قرأت منها ومن البهائي المتوفى سنة ألف وثلاثين للهجرة انتقلت إلى فخر الدين الطريحي ووقفت عند كتابه المنتخب أو الفخر وقرأت ما قرأت منه وفخر الدين الطريحي متوفى سنة ألف وخمسة وثمانين للهجرة ومنه إلى الفيض الكاشاني في تقويمه المعروف بتقويم المحسنين المتوفى سنة ألف واحد وتسعين للهجرة ومن الفيض الكاشاني إلى الحر العاملي قرأت ما قرأت في كتابه الوسائل الحر العاملي المتوفى سنة ألف مية وأربع ستستمر جولتي لكنكم لاحظتم أن تخبطا واضحا عند هؤلاء هناك تخبط عند كل شخص منهم حتى الذين نقلوا النقل الصحيح وبيّنوا أن الإمام السجاد والعقيلة وأسار آل محمد جاءوا إلى كربلاء في العشرين من صفر اعتمدوا اعتمدوا على كلام المؤرخين فقط ولم يبينوا لنا شيئاً من حقيقة زيارة الأربعين هناك تخبط تخبط واضح على مستوى كل واحد منهم وهناك تخبط في المجموع ولاحظتم بحسب التسلسل الزماني فهناك من ينكر وهناك من يثبت وحتى الذين يثبتون فإنهم لا يثبتون الأمر بنحو واضح إما أن يقول من أن رجوع السجاد صلوات الله عليه إلى كربلاء تحقق لكن ليس في العشرين من صفر وإما أن يجعل الأربعين في التاسع عشر وإما 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 كل ذلك مر علينا النتيجة فإن القوم في تخبط في تخبط واضح فهناك من يرفع وهناك من ينزل وكل ذلك لا يعطينا وضوحا ولا يكشف عن أن القوم على وضوح في أمرهم وفي دينهم وشؤون دينهم ومعتقداتهم والمشكلة فإن الأمر دائما هكذا في تفسيرهم للقرآن وفي استنباطهم للعقائد التي تشخص المؤمن من غيره وفي استنباطهم للأحكام وهنا عبثهم لقد عبثوا عبثا طويلا عريضا واسعا في أحكام وفتاوى دين العترة الطاهرة عبثوا بالدين وبعد ذلك عبثوا بأنفسهم أضلوا أنفسهم ثم انتقلوا إلى الشيعة فأضلوا الشيعة وهذا هو وصف الإمام الصادق لهم لا أتحدث عن الأسماء التي ذكرتها حديثي عن كل علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة والآتون في قادم الأيام سيكونون أسوأ من الأحياء المعاصرين مثلما أن الأحياء المعاصرين جاءوا أسوأ من الذين سبقوهم ومن سيء إلى أسوأ ومن ضال إلى أضل ومن سفيه إلى أسفه ومن جاهل إلى أجهل هذه هي الحقيقة الواضحة على الأقل ما أعرفه من خلال البحث والتحقيق والتدقيق أما أنتم ماذا تقولون تلك هي مشكلتكم وما هي بمشكلتي أنا أضع الحقائق بين أيديكم عندكم عقول تريدون أن تحترم عقولكم تريدون أن تضع عقولكم تحت أحذيتكم هذا أمر راجع إليكم ولا استغربوا أن تضعوا عقولكم تحت أحذيتكم لأن مراجعكم في النجف وكربلاء هم الذين علموا أجدادكم وأسلافكم على ذلك وعلموا آباءكم وعلموكم أيضا على هذه الطريقة وأنا كنت كذلك وأنا كنت كذلك لقد تعلمت هذا في عائلتي تعلمت هذا في مجتمعي وبيئتي تعلمت هذا من أقرب الناس إلي أن أضع عقلي تحت حذائي حينما أكون متعلما لديني لماذا لأن المراجع الضلال الأوغاد في النجف وكربلاء يريدون منا أن نكون كذلك هذه كتبهم وهذه أقوالهم وأنتم انظروا في الأمر هل هؤلاء يستحقون أن نأخذ الدين منهم وأن نتعلم الحقائق منهم الصورة ليست واضحة عندهم فكيف نأخذ منهم وضوحا إلا إذا أردنا أن نضحك على أنفسنا أو أذعنا لضحكهم على ذقوننا وهذا هو الذي يحسنونه إنهم لا يحسنون تحقيقا ولا تدقيقا ولا يمتلكون بصيرة في دينهم يمتلكون شيطنة وحتى شيطنتهم غبية لولا أننا أغبياء ونقبل غباءهم الشيطانية يمررونه علينا هذه هي الحقيقة من الآخر وهذه هي الصورة الواقعية لواقع مراجع النجف وكربلاء وعلاقة الشيعة بهم إذن مر الكلام في الأسماء المتقدمة وما قالوا في كتبهم سأستمر في هذه الجولة من الحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة إلى محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1110 للهجرة هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار بحسب طبعة مؤسسة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنها النسخة التي أجزاء الفهارس في آخرها فهناك نسخة تكون أجزاء الفهارس في وسطها فتختلف أرقام الأجزاء هذه النسخة التي الفهارس في آخرها وهذا هو الجزء الثامن والتسعون صفحة 335 لا أقرأ كثيرا مما جاء في هذه الكتب لضيق الوقت أذهب إلى موطن الحاجة في سياق الحديث عن زيارة الأربعين وعن يوم الأربعين وأحداث يوم الأربعين ماذا يقول المجلس وأما جوازهم جوازهم مرورهم هل مروا على كربلاء بعد أن خرجوا من الشام وأما جوازهم في عودهم في عودهم إلى المدينة إلى موطنهم وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك هو ليس متأكدا وإنما يقول يمكن ذلك فيمكن ذلك ولكنه ما يكون وصولهم إليها يوم العشرين من صفر هذه عقدة عندهم جميعا وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك حينئذ سيفسدون هذه المنظومة إنها منظومة متكاملة هذا هو الجزء الثاني من المشروع العاشراء هناك ترابط ما بين الزمان والمكان والحدث هناك ترابط ما بين المقدمات والنتائج هناك ترابط مفصلي فيما بين الجزء الأول والجزء الثاني هؤلاء لا يفقهون شيئا من كل هذا إنهم مراجعون العظام محدثون الكرام يفكرون بعقل سفيه والعقل لا يكون سفيها ولكن اللغة هي التي تدفعني للتعبير بهذه الصيغ كي تكون الصورة واضحة لديكم وأما جوازهم في عودهم على كربل فيمكن ذلك ولكنه ما يكون وصولهم إليها يوم العشرين من صفر لأنه مجتمع على ما روية مع جابر بن عبد الله الأنصاري فإن كان جابر وصل زائرا من الحجاز فيحتاج وصول الخبر إليه وصول خبر مقتل الحسين صلوات الله عليه فيحتاج وصول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أربعين يوما وهذا الكلام ليس منطقيا إذا أردنا أن نحلله على أرض الواقع وبحسب الأحداث والوقاع التأريخية ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع فإن كان جابر وصل زائرا من الحجاز فيحتاج وصول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أربعين يوما وعلى أن يكون جابر إلى آخر كلامه ثم يقول أقول قد سبق بعض القول منا في ذلك في أبواب تأريخه صلوات الله عليه تأريخ الحسين صلوات الله عليه وهذا ما ذكره في الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار في صفحة الخامسة والأربعين بعد المئة في السياق نفسه فيما يرتبط بالأربعين وما يرتبط بدفن رأس سيد الشهداء بعد أن أورد كلاما كثيرا خلاصة الكلام يقول أقول المجلسي هو الذي يقول أقول هذه أقوال المخالفين في ذلك أقوال المخالفين في مسألة دفن رأس سيد الشهداء مع العلم أن عددا ليس قليلا من المخالفين قالوا من أن رأس سيد الشهداء دفن في كربلا وهذا أمر موكول لأبوابه لا أريد أن أخوض فيه كلام المجلسي هذه أقوال المخالفين في ذلك والمشهور بين علمائنا الإمامية أنه دفن رأسه مع جسده رده علي بن الحسين وقد وردت أخبار كثيرة في أنه متفون عند قبر أمير المؤمنين الصورة ليست واضحة الصورة ليست واضحة والمشهور بين علمائنا الإمامية أنه دفن رأسه مع جسده رده علي بن الحسين أي مشهور هذا وأنتم لاحظتم في المصادر المتقدمة عند كبار مراجع الشيعة عند المفيد وعند الطوس وعند غيرهما من أن الإمام السجاد والعقيلة والعائلة الحسينية رجعوا بنحو مباشر من الشام إلى المدينة فما مروا بكربلاء فكيف دفنوا الرؤوس الشريفة ولذا فهم يعتقدون مثل ما يعتقد جمع من المخالفين من أن رأس الحسين ورؤوس أهل بيته وأصحابه دفنت في دمشق أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الكلام كثير وهذا الكلام الكثير بالنسبة لي لا قيمة له لأنني أريد أن أقرأ الموضوع قراءة زهرائية وستكتشفون الحقيقة الكاملة عبر القراءة الزهرائية بعيدا عن كل هذا التخبط فهذا المجلسي هو متخبط آخر يضاف إلى المتخبطين المتقدمين إنهم رموز الشيعة هؤلاء أنا لا أحدثكم عن صغار القوم وهذه الكتب عندكم وقرأوا الكلام المثبت فيها فهل المجلس يمتلك صورة واضحة المجلسي في كتبه الأخرى أيضا تناول هذا الموضوع وبنحو واضح استبعد أن يكون السجاد مع عماته وأخواته قد رجعوا إلى كربلاء في العشرين من صفار الرجل متخبط كما تخبط الذين من قبله وكما سيتخبط الذين من بعده هذا هو واقع مراجع وعلماء الشيعة وعلى طول الخط على طول الخط وإلى يومنا هذا وسأقرأ لكم من كتب الأحياء أيضا كي تعرف أن التخبط مستمر معنا مع الشيعة نذهب إلى فاصل وهذا عبد الله البحراني تلميذ المجلس من أشهر تلاميذ المجلس ومن أشهر الذين استعان بهم المجلس في جمع موسوعة بحار الأنوار عبد الله البحراني عبد الله ابن نور الله البحراني وهذا كتابه المعروف عوالم العلوم إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم من المجلد المختص بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة الكلام هو الكلام إنها الحيرة بعد أن أورد ما أورد من الكلام بهذا الخصوص إنه كلام ليس واضحا ما تقدم ذكره مما جاء في كتب المراجع والعلماء المتقدمي الذكر جمع الكلام في هذا الكتاب والكتاب في الحقيقة هو إعادة تنظيم لموسوعة بحار الأنوار مع استدراك عليها على أي حال صفحة 453 بعد أن ذكر ما ذكر من الأقوال المختلفة أقول هذه أقوال المخالفين في ذلك والمشهور بين علمائنا الإمامية أنه دفن رأسه مع جسده هو كلام المجلس رده علي بن الحسين وقد وردت أخبار كثيرة سورة في أنه مدفون عند قبر أمير المؤمنين فإذا كان مدفونا عند قبر أمير المؤمنين هذا يعني أن الإمام السجاد لم يكن قد زار كربلاء ولم يكن قد دفن الرأس الشريف لا توجد صورة واضحة عندهم جميعا هذا التخبط هو ميزة علماء الشيعة وميزة مراجع الشيعة ليس في هذه المسألة هذا الأمر واضح وبمستوى أقبح حينما يفسرون القرآن وحينما يستنبطون العقائد وحينما يستنبطون الأحكام والفتاوى هذه مشكلة واضحة أنا لا أقول لكم صدقوني لكنني أقول لكم عودوا إلى برامجي وتأكدوا من أدلتي وتأكدوا من الحقائق والوثائق التي طرحتها في مئات ومئات من الساعات ومن مئات المصادر من كتب علماء الشيعة أنفسهم وليس نقلا بالواسطة وهذا مثال هذا مثال موضوع زيارة الأربعين مثال من الأمثلة واقع واقع علماء ومراجع الشيعة واقع سيء والموضوعات الأخرى في كل في كل اتجاهات التفسير والعقائد والأحكام والفتاوى حالها أقبح من قبح حالي مراجع الشيعة وهم يتحدثون عن زيارة الأربعين وعن مناسبة الأربعين ليس ليس هناك من وضوح الشاشة مظلمة أمام أعينهم ولكنهم يضحكون عليكم ويقولون لكم هؤلاء محققون مدققون قضوا أعمارهم في التحقيق قضوا أعمارهم في التحقيق ولكن في أي تحقيق إذا كان الإنسان من الأساس جاهلا وغبيا حتى لو خيل له أنه يحقق ويدقق من خلال مراجعة الكتب سيبقى غبيا وجاهلا لا يضحكون عليكم ويقولون لكم فلان عمره تسعون سنة ولقد قضى سنوات عمره في التحقيق إذا كان من البداية غبيا إذا كان من البداية جاهلا فحتى لو قرأ في الكتب لمليون سنة سيبقى الغبي غبيا وسيبقى الجاهل جاهلا حتى لو كانوا أذكياء في الجانب المدرسي والدراسي إذا كانوا يتبعون منهجا ضالا وبقوا على هذا المنهج لمدة تسعين سنة لمدة مليون سنة ما زالوا على المنهج سيبقون على الضلال ما الذي سيتغير لو كانوا يملكون الذكاء في دينهم والبصيرة في دينهم لعلموا أن المنهج الذي هم عليه ما هو بمنهج العترة الطاهرة وهذه النتائج بين أيديكم النتائج غبية والصورة مظلمة وما عند القوم من وضوح وهذا ديدنهم في كل تفاصيل الدين يضحكون عليكم يضحكون عليكم وإلى كتاب معروف جدا بين كتب المجالس الحسينية إنه اكسير العبادات في أسرار الشهادات والمعروف بأسرار الشهادة هذا هو الاسم العصل للكتاب اكسير العبادات في أسرار الشهادات إنه كتاب موسع للدربندي أغاء الدربندي المتوفى سنة 1285 للهجرة وهو من العلماء والفقهاء والمراجع ما هو بشخص مجهول هذا الكتاب بحسب هذه الطبعة يتكون من ثلاثة أجزاء وهذا هو الجزء الثالث هذا هو المجلد الثالث وقام بتحقيق الكتاب الخطيب الكويت محمد جمعة بادي شيخ محمد جمعة والأستاذ عباس مل عطية الجمري من البحرين هذه طبعة داري ذوي القربة صفحة 458 يتحدث بخصوص هذا الموضوع بخصوص الموضوع الذي بين أيدينا وهو ينكر إنكارا شديدا أن الإمام السجادة والعائلة الحسينية جاءوا في العشرين من صفر إلى كربلاء ينكر هذه التفاصيل فيقول ولا يخفى عليك أن دعوى ورودهم إلى كربلاء في يوم الأربعين أو العشرين من صفر دعوا غير معقول جناب الأغى واسمه أغى اسمه أغى جناب الأغى أغى الدربندي يرى أن الجزء الثاني من المشروع العاشراء غير معقول أي عقل تافه هذا الذي يتحدث عنه ولا يخفى عليك أن دعوى ورودهم إلى كربلاء في يوم الأربعين أو العشرين من صفر دعوا غير معقول إلى أن يقول وبالجملة فإن ورود آل الرسول من الشام إلى كربلاء في يوم العشرين من صفر مما لا يتعقل ثم العجب ممن يحتمل هذا الاحتمال العجب منك يا صاحب العقل السفي العجب منك ثم العجب ممن يحتمل هذا الاحتمال أي ورود آل الرسول إلى كربلاء يوم الأربعين لأن إدراك جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم زيارة يوم الأربعين لا يستلزم أن يكون آل الرسول أيضا قد أدركوا زيارة يوم الأربعين بل نقول إن جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم قد أدركوا زيارة يوم الأربعين ثم أقاموا ومكثوا في كربلاء حتى شاهدوا ورود آل الرسول من الشام إليها كل واحد يأتي بشيء من عنده من دون دليل من دون مصدر هذا هو الاقتراح الذي يثبته من أن العائلة جاءت ولكن ليس في العشرين من صفر وإنما جاءت بعد ذلك في أي كتاب من كتب التأريخ ذكر ذلك فأنتم مصادركم التأريخ في أي كتاب هل ذكر هذا في حديث العترة الطاهرة مثلا من عند نفسه هذه الاحتمالات من عندهم متخبط آخر يضاف إلى سلسلة المتخبطين المتقدمين المعلق شيخ محمد جمعة الخطيب الكويت ومن وافقه في تحقيق هذا الكتاب ماذا يقول وقد وقد صرحت صفحة أربعمية وتسعة وخمسين في الحاشية الأولى وقد صرحت كثير من المقاتل بالتقاء الحرمي الحرمي الحسيني مع جابر بن عبد الله الأنصاري منها مقتل المقرم والملهوف الملهوف على قتل الطفوف لابن طاوس ومثير الأحزان لابن نما من علماء الشيعة من علماء الحلة والدمعة الساكبة وغيرها وغيرها من الكتب والمقاتل ولم تصرح بكون هذا الالتقاء في يوم الأربعين في مقتل المقرم على الأقل هناك تصريح هناك تصريح من أن اللقاء كان في العشرين من صفر الكلام المهم هنا فماذا يقول وإنما جرت العادة على ذكر ذلك في مجالس العزاء في مناسبة الأربعين والرجل صادق في كلامه فإن الخطباء كذابون كذابون وهو أيضا في مجالسه يردد نفس الكلام من أن الإمام السجادة جاء إلى كربلاء والتقى بجابر الأنصاري في العشرين من صفر لكنهم لا يعتقدون بذلك مثل ما يقول وإنما جرت العادة على ذكر ذلك في مجالس العزاء في مناسبة الأربعين تخبط تخبط في كل الجهات الذي يؤلف متخبط والذي يحقق متخبط والخطباء على المنابر متخبطون يقرؤون في الكتب من أن لقاء الإمام السجاد مع جابر في كربلاء ليس في العشرين من صفر ولكنهم يقولون ذلك لكم لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن المشهورين والمعروفين من الخطباء باعتبار أنهم يعدون أنفسهم على علم وهم يقلدون المراجع المحققين فيما وصلوا إليه في تخبطهم ويعدون تخبط المراجع تحقيقا هذا هو الواقع الشيعي المراجع يضحكون على الخطباء والخطباء يضحكون عليكم وأنتم تضحكون على أنفسكم فأين الحقيقة أين الحقيقة كما بيّنت لكم في حلقة يوم أمس إن الدين الذي لا يستطيع أن يثبت حقائقه من داخله وبنفسه هذا دين شيطاني وإن الفقيه والعالم والمحقق والمرجع الذين يوصفون بهذه الأوصاف لا يمتلك الوضوحة ما هو بعالم ولا بفقيه ولا بمرجع هذا حثالة هذا زبالة فهل فهل يؤخذ الدين من الحثالات وهل يؤخذ الدين من الزبالات فاقد الشيء مستحيل أن يكون قادرا على وهبه على إعطائه هو فاقد له هؤلاء فاقدون للوضوح هؤلاء يمنحونكم التخبط ولكنهم يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن التخبط تحقيق وأما تحقيق المرجع الفلان وأما تضريطه وهو أسوأ من التضريط هذا هو الذي نحن نقرأه وهذا هو الذي نحن نتخبط فيه هذه حقائق حقائق قد تكون عبارات وكلمات لا تعجبكم ولا أبالي ولا أبالي ولا أبالي من أنتم أنتم مسخرة مسخرة وهناك مسخرة يضحكون عليكم صنعوا منكم مسخرة لابد أن توضع النقاط على الحروف هذه هي الحقائق تريدون أن تصل إلى الحقيقة فإن الحقيقة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تعب وتحتاج إلى صراع مع الآخرين أكذا تستطيعون أن تصلوا إلى الحقيقة وإلا ستبقون مطمورين في تخبطكم الذي حصلتم عليه من خلال تخبط المحققين العظماء من مراجئنا العظام وعلمائنا الأعلام هذا الدربندي أغى الدربندي المتوفى سنة 1285 للهجرة وهذا الكتاب أصله باللغة الفارسية من أشهر كتب المكتبة الشعية الفارسية في كتب التاريخ إنه ناسخ التواريخ كتاب كبير معروف للمؤرخ الإيراني محمد تقي سبهر المتوفى سنة 1297 هذا هو الجزء الثالث والرابع المجلد الذي يشتمل على الجزعين الثالث والرابع من مجموعة أجزاء تأريخ سيد الشهداء ترجمة وتحقيق سيد علي جمال أشرف هذه الطبعة الأولى 2007 ميلادي مطبعة قلم قموا المقدسة في صفحة الثالثة والستين من الجزء الثالث ماذا يقول محمد تقي سبهر فمن السائخ أن نقول هذه الترجمة باللغة العربية لكن الأصل فارسي فمن السائخ فمن السائغ أن نقول إن أهل البيت وصلوا إلى كربلاء يوم الأربعين أي في العشرين من شهر صفر في طريقهم إلى الشام يعني حينما خرجوا من الكوفة مروا بكربلاء وكان ذلك في العشرين من صفر من أين جئت بهذا كل واحد يأتينا بشيء من عنده أذكركم وأقول من أن الدين الذي لا يمنح الوضوح من داخله ومن أن العالم والمحقق والمؤرخ الذي لا يمتلك الوضوح من وضوح نفس الدين فكل أولئك يلقى بهم بعيدا لأنهم يقودوننا إلى الضلال كل واحد يأتي بكلام من عنده المسخرة من أنتم 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 المسخرة ولذا لا أعبأ بما تقولون وما تقترحون لأنكم مسخرة وهؤلاء مسخرة جعلوكم مسخرة والأمر ليس منحصرا بهذا أو بذاك هذه أمثلة المكتبة الشيعية كلها منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن على هذه الجديلة والشاكلة فمن السائغ أن نقول إن أهل البيت وصلوا إلى كربلاء يوم الأربعين أي في العشرين من شهر صفر في طريقهم إلى الشام وهم ذاهبون إلى الشام فأقاموا هناك المآتم والعزاء كيف سمحوا لهم أن يقيموا المآتم والعزاء وهم في طريقهم إلى يزيد وارتفعت أصواتهم بالعويل والبكاء هل كنت معهم وارتفعت أصواتهم بالعويل والبكاء وستجدون الكثير من الحمير ممن يؤيد هذا الكلام من الحمير في أجوائنا الشيعية وهم كثرة متكاثرة متكاثرة وارتفعت أصواتهم بالعويل والبكاء وكان جابر قد خرج من المدينة مبادرا إلى زيارة الحسين في كربلاء فالتقوا جميعا يوم العشرين من صفار عند سيد الشهداء أما إذا قلنا أنهم حضروا يوم الأربعين العشرين من صفار في طريق عودتهم من الشام فإن ذلك مما لا يقبله عاقل وهل كلامك هذا الذي ذكرته يقبله عاقل ما أنتم ليسوا عقلا علماء الشيعة ماهم بعقلا والدليل هذا الهراء الذي أقرأه عليكم نذهب إلى فاصل ومن سبهر المتوفى سنة 1297 للهجرة إلى محدث يقال عنه من أنه خاتمة المحدثين عند الشيعة هكذا يحل لهم أن يصفوه إنه المحدث النوري صاحب المستدرك مستدرك الوسائل من الكتب الحديثية الجامعة للحديث في العصور المتأخرة المحدث النوري من أكثر علماء الشيعة نكيرا نكيرا لمجريات يوم الأربع عنده كتاب مشهور باللغة الفارسية عنوانه لؤلؤ ومرجان اللؤلؤ والمرجان هذا الكتاب بين يدي في هذا الكتاب شرق وغرب وحاول أن يجمع كل شيء كل شيء لأجل أن ينكر مجريات يوم الأربع في الحقيقة لا أستطيع أن أقرأ نصا من الكتاب لأن الكلام طويل طويل الذي يريد أن يعرف ماذا قال المحدث النوري عليه أن يقرأ الكتاب كله حتى يطلع على موقف المحدث النوري هو منكر منكر هو منكر ويعد ذلك خرافة وأسطورة فلا حقيقة لمجريات يوم الأربعين من أن الإمام السجاد جاء مع العائلة في العشرين من صفار أيضا تحت يافطة أن الأمر لا يصدقه العقل المحدث القمي تلميذه المحدث النوري توفي سنة 1320 للهجرة وجاء من بعده تلميذه المحدث عباس القمي مؤلف مفاتيح الجنان والذي توفي سنة 1359 للهجرة فكان أشد من أستاذه في إنكار هذا الموضوع هذه نماذج من كتب المحدث القمي أبدأوا بمفاتيح الجنان مفاتيح الجنان وهذه النسخة المعربة فالكتاب في أصله فارسي هذه النسخة التي ترجمها محمد رضا النوري النجفي طبعة دار الزهراء بيروت لبنان إذا ما ذهبتم إلى أعمال شهر صفر كعادته في كل شهر يذكر الأحداث المهمة التي ترتبط بديننا وعقيدتنا اليوم الأول من شهر صفر وفيه على بعض الأقوال في السنة الحادية والستين أدخل دمشق رأس سيد الشهداء عليه السلام فجعله بن أمية عيدا لهم أي جعلوا الأول من صفر جعلوه عيدا خاصا لهم إنها مناسبة من المناسبات الأموية اليزيدية اللعين فجعله بن أمية عيدا لهم وهو يوم تتجدد فيه الأحزان إلى أن يقول اليوم العشرون يوم الأربعين وعلى قول الشيخين مراده من الشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ومر قول الشيخين في الحلقة الماضية اليوم العشرون يوم الأربعين وعلى قول الشيخين هو يوم ورود حرم الحسين المدينة المدينة المنورة عائدا من الشام وهو يوم ورود جابر بن عبد الله الأنصاري لزيارة الحسين أما هو عباس القمي عباس القمي لا يعتقد بأن العائلة الحسينية قد وصلت إلى كربلاء في العشرين من صفر في باب زيارة الأربعين حينما يعدد زيارات الحسين صلوات الله عليه الثامنة زيارة الأربعين أي اليوم العشرين من صفر فيورد ما جاء مرويا عن إمامنا الصادق ويورد أيضا ما جاء مرويا عن جابر الأنصاري ولكن لا علاقة لكل هذا بمجيء إمامنا السجاد والعائلة مع الرؤوس الشريفة هذا هو الموجود في مفاتيح الجنان وبإمكانكم أن تعودوا إلى هذا الكتاب فهل هذا الكتاب يمنحنا الوضوح ماذا تقولون أنتم هذا كتاب المفاتيح وهو موجود في بيوتكم ودقق النظر فيما جاء فيه أما كتابه منتهى الآمال وهو قرين المفاتيح إذا ما ذهبتم إلى إيران في المزارات وفي الحسينيات والمساجد إنكم تجدون هذين الكتابين متوفرين في كل هذه الأمكنة مفاتيح الجنان ومنتهى الآمال وهو باللغة الفارسية وقد ترجم إلى العربية والنسخة التي بين يدي نسخة مترجمة إلى العربية منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل للمحادث القموي المتوفى سنة 1359 للهجرة وهذا هو الجزء الأول ترجمة نادر التقي وهذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي إنها طبعة مؤسسة المحبين لطباعة والنشر صفحة 621 أذهب إلى موطن الحاجة فيما يرتبط بمجريات يوم الأربع وبملاحظة كل هذه الأمور لقد تحدث في الموضوع تحت هذا العنوان ورود أهل البيت إلى كربل أذهب إلى موطن الحاجة وبملاحظة كل هذه الأمور يستبعد كثيرا يستبعد كثيرا أن يعود أهل البيت إلى كربل فيصل إليها في اليوم العشرين من صفر الذي يوافق اليوم الأربعين كما يتفق مع يوم وصول جابر بن عبد الله إلى هناك هذا هو منطق المحدث النوري ومنطق عباس القموي ولذا فإن عباس القمي بهذا المنطق بهذا المنطق لم يلحق حديث الكساء بكتابه مفاتيح الجنان ما تجدونه من إلحاق حديث الكساء اليماني بكتاب مفاتيح الجنان هذا من قبل أصحاب المطابع وليس من قبل المحدث القمي فإن المحدث القمي ما كان يرى صحة هذا الحديث ولذا ما ألحقه في كتابه مفاتيح الجنان بنفس هذا المنطق فهل هذه الكتب أنا لا أتحدث عن نصوص الأدعية والزيارات هذا منطق العترة الطاهرة هذا منطق الوضوح إنما أتحدث عن منطق العلماء أنفسهم منطق هؤلاء منطق متخبط يذهب بنا إلى الضلال وإلى التخبط يمينا وشمالا أما كتابه نفس المهموم والذي قد يقال عن مقتل عباس القمي نفس المهموم وهو كتاب جيد جيد من جهة ما جمع من أحاديث العترة الطاهرة أما إذا رجع الكلام إليه فإنه سيد التخبط فعن بحس قمي سيد المتخبط نفس المهموم هذه الطبعة طبعة مكتبة الحيدرية إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية واحد وعشرين هجري قمري قم المقدسة صفحة أربعمية واثنين وعشرين فصل عنوانه في إرسال يزيد حرم الحسين عليه السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وذكر ورودهم المدينة وإقامتهم المآتمة على الحسين هذا فصل يبدأ من صفحة أربعمية واثنين وعشرين إلى صفحة أربعمية واثنين وثلاثين إذا ما قرأتم هذا الفصل فهو فصل طويل لا أستطيع قراءته في البرنامج يمكنكم أن تعودوا إليه كي تخرجوا بهذه النتيجة من أن عباس القمي لا يعلم الشيئ إنه يتخبط والذي يريد أن يعتمد على كلامه سيكون متخبطا أيضا هذا هو واقع مراجعنا وعلمائنا ومحدثينا منذ بداية الغيبة الكبرى والتي بدأت سنة 329 للهجرة وإلى هذا الوقت ونحن الآن في سنة 1446 للهجرة فمراجعنا يتخبطون ونحن نتخبط لتخبطهم هذا هو الواقع الذي نحن عليه ومن المحدث القمي المتوفى سنة 1359 للهجرة إلى محسن الأمين العاملي المتوفى سنة 1371 للهجرة هذا كتابه أعيان الشيعة المجلد الرابع إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في ترجمة جابر ابن عبد الله الأنصار والتي تبدأ في الصفحة الخامسة والأربعين وتستمر هذه الترجمة أذهب إلى موطن الحاج أذهب إلى موطن الحاج مما نقله محسن الأمين العاملي في كتابه هذا عن كتاب بشارة المصطفى وغيره بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للعماد الطبر الإمامي كتاب معروف في المكتبة الشيعية لكن الكتاب تعرض للتحريف ما سأقرأه عليكم موجود في بعض النسخ ومن هذه النسخ النسخة التي نقل منها محسن الأمين العاملي لكنكم إذا رجعتم إلى النسخ الشائعة المشورة الآن في المكتبات لا تجدون هذا الكلام فمحسن الأمين العاملي نقل هذا الكلام عن نسخة من نسخ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للعماد الطبري الإمامي هو قال عن بشارة المصطفى وعن غير هذا الكتاب وعن كتاب بشارة المصطفى وغيره بسنده بسند صاحب بشارة المصطفى بسنده عن الأعمش عن عطية العوف قال خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه زائرا قبر الحسين عليه السلام فلما وردنا كربلاء الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها قال عطية فبينما نحن كذلك وهم في حال الزيارة فبينما نحن كذلك وإذا بسواد قد طلع من ناحية الشام فقلت يا جابر هذا سواد قد طلع من ناحية الشام فقال جابر لعبده انطلق إلى هذا السواد واتنا بخبره فإن كانوا من أصحاب عمر بن سعد فارجع إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ وإن كان زين العابدين هذا يعني أن جابرا كان على علم لأن جابرا جاء من المدينة بعد أن رأى رسول الله وليهذا الموضوع حكاية لست بصدد التوغل فيها الذين يقولون من أن جابرا كان بحاجة إلى أن يصل الخبر إليه في شهر أو ما يقرب من شهر جابر علم بالأمر لأن أم سلم أعلنت الخبر في المدينة حينما انقلبت التربة وتحولت إلى دم عبيض هذه منظومة أسسها رسول الله أولاء الحمير لا شأن لنا بهم هذه منظومة منظومة أسسها رسول الله وأسسها الله من قبل رسول الله الله هو الذي بعث بجبرئيل إلى رسول الله يحمل تربة كربلاء ورسول الله وضعت تربة أمانة عند أم سلم في قارورتها التي نعرفها فتحولت تراب إلى دم عبيض وأعلنت أم سلم استشهاد الحسين في اللحظة التي استشهد فيها وجابر علم بالأمر وفي الوقت نفسه رأى رسول الله وأمره رآه في المنام وحتى وحتى لو لم يكن قد رأى رسول الله لقد علم بمقتل الحسين من القارورة من قارورة أم سلم وتحرك من قارورة منذ ذلك الوقت إلى كربلاء كان على علم مسبق كان على علم مسبق أتعلمون أن جابرا فقد بصره في هذه الفترة وكان عدرا كان عدرا كان عدرا شرعيا ظاهريا كان مكلفا أن يذهب إلى كربلاء جابر بعد ذلك عاد إليه بصره وقد أخبره النبي بذلك قال له من أن 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 ستفقد بصرك ولكن سيعود إليك ولذا إذا رأيت ولدي محمد فبلغه سلامي حكاية جابر مع إمام الباقر فجابر فقد بصره في الفترة التي نتحدث عنها الآن هذه موضوعات متداخلة أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة فقال جابر لعبده أنطلق إلى هذا السواد واتنا بخبره فإن كانوا من أصحاب عمر بن سعد فارجع إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله تعالى قال قال فمضى العبد فما كان بأسرع من أن رجع وهو يقول يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته فقام جابر يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس إلى أن دنى من زين العابدين فقال الإمام أنت جابر فقال نعم يا ابن رسول الله لأن الإمام أيضا كان ينتظره هو ينتظر الإمام والإمام ينتظره فقال الإمام أنت جابر فقال نعم يا ابن رسول الله فقال يا جابر هل كان الإمام لا يعرفه الإمام يعرفه لكن الإمام يريد أن يضع عنوانا يريد أن يضع صيغة من الكلام كي تصل إلى مسامعنا فقال الإمام أنت جابر فقال نعم يا ابن رسول الله فقال يا جابر يا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت قيامنا نذهب إلى فاصل ومن محسن الأمين العاملي المتوفى سنة 1371 للهجرة من خلال كتابه المعروف أعيان الشيعة إلى خطيب وعالم شيعي معروف إنه محمد مهدي الحائري المتوفى سنة 1384 للهجرة من خطباء كربلاء المعروفين جدا في زمانهم هذا كتابه معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين من أشهر الكتب المنبرية هذا المجلد الذي يشتمل على الجزئين الأول والثاني إنها طبعة انتشاراتي الشريف الرضي أطبعة الأولى قموا المقدسة أذهب إلى الجزء الثاني وإلى الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئة الفصل الخامس عشر عنوانه في خروجهم من الشام إلى دخولهم المدينة ويجتمل هذا الفصل على إثني عشر مجلسا المجلس الأول خروج أهل البيت من الشام ينقل كلام ابن طاوس الذي مر علينا في كتابه اللهوف على قتل الطفوف المجلس الثاني ذكر في مقدمته أبياتا مشهورة معروفة أولها قم جدد الحزن في العشرين من صفري هذه الأبيات مشهورة تردد على المنابر الحسينية قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفري لأن ابن طاوس حين تحدث في اللهوف عن زيارة السجاد والعائلة لكربلاء لم يشر إلى العشرين من صفر وهنا الحائري نقل ما جاء في كتابي بشارة المصطفى لشيعة المرتضى الذي قرأته قبل قليل من أعيان الشيعة صفحة 182 183 ثم في صفحة 184 المجلس الثالث ورود جابر بكربلاء والتعبير ليس دقيقا وروده بكربلاء وروده كربلاء إنها عجمة وهي عجمة شائعة في كتب مراجعي وعلمائي وخطباء الشيعة إلى بقية المجالس الأخرى كهذا المجلس إنه المجلس الرابع أيضا ورود أهل البيت بكربلاء الكلام ليس دقيقا ورود أهل البيت كربلاء ونقل عن كتاب الدمعة الساكبة وهو كتاب معروف كل الذي نقله مع الاختلاف في الصور لا يوجد فيه تصريح من أن ذلك قد حدث في العشرين من صفر هو يعتقد محمد مهدي الحائري بأن ذلك قد حدث في العشرين من صفر ولذا أورد الأبيات المشهورة التي قرأت مطلعها عليكم قبل قليل هذا الكلام يستمر من صفحة 179 إلى صفحة 201 في هذه الأجواء في أجواء مجريات يوم الأربعين هذا ما جاء في معالي السبطين لمحمد مهدي الحائري المتوفى سنة 1384 إلى هذا الكتاب المعروف والمعروف جدا في زماننا إنه مقتل الحسين وله عنوان آخر حديث كربلاء لعبد الرزاق المقرم عبد الرزاق المقرم توفي سنة 1391 للهجرة هذه الطبعة طبعة منشورات الشريف الرضي الطبعة الأولى قموا المقدسة مقتل المقرم يمكنني أن أصفه بأنه من أفضل الكتب في بابها المقرم أتحدث عن السيد عبد الرزاق المقرم المقرم صاحب قلم جميل وهو صاحب اطلاع واسع في كتب التأريخ ويحمل عقيدة جميلة بين جوانحه ولذا جاء كتابه المقتل أنا لا أقبل كل شيء فيه هناك فيه الكثير من الهراء أيضا إنه هراء مراجعنا العظام وهراء علمائنا الأعلام فأين يذهب المقرم فهو واحد منهم لا بد من الهراء ولا بد من السفاهة والسفاسف لكن إذا أردنا أن نجري مقارنة نسبية بين الكتب التي كتبت في هذا الموضوع فكتاب المقرم هو الأفضل من بينها إلى حد ما قطعا صفحة 360 وتحت العنوان إلى المدينة صفحة 361 هكذا يقول المقرم فلما وصلوا العراق قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء فوصلوا إلى مصرع الحسين فوجدوا جابرة ابن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل رسول الله قد وردوا لزيارة قبر الحسين فتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا في كربلاء ينوحون على الحسين ثلاثة أيام تحت عنوان الرأس مع الجسد صفحة 362 لما عرف زين العابدين الموافقة من يزيد الموافقة من يزيد على أن يعود إلى وطنهم طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها فلم يتباعد يزيد عن رغبته فدفع إليه رأس الحسين مع رؤوس أهل بيته وصحبه فألحقها بالأبدان ثم يدخل في التفاصيل ويشير إلى مجموعة من أعلام السنة المخالفين لأهل البيت ممن يعتقدون بأن رأس الحسين أعيد إلى كربلاء ودفن مع جسده الشريف صفحة 363 وفي عجائب المخلوقات وهو كتاب من كتب الجغرافيا القديمة للقزويني لزكريا القزويني كتاب معروف وفي عجائب المخلوقات للقزويني صفحة 67 في العشرين من صفار رد رأس الحسين إلى جثته صورة واضحة عند هؤلاء أكثر من هؤلاء الأغبياء البتريين من كثير منهم من علماء ومراجع الشيعة وفي عجائب المخلوقات للقزويني صفحة 67 في العشرين من صفار رد رأس الحسين إلى جثته وقال الشبراوي صاحب كتاب الاتحاف بحب الأشراف كتاب معروف كتاب الاتحاف الاتحاف بحب الأشراف وقال الشبراوي قيل أعيد الرأس إلى جثته بعد أربعين يوما يعني في العشرين من صفر وفي شرح همزية البصير إنها الهمزية المعروفة في متح رسول الله صلى الله عليه وآله وفي شرح همزية البصير لابن حجر أعيد رأس الحسين بعد أربعين يوما من قتله وقال سبط بن الجوزي في كتابه المعروف تذكرة الخواص هؤلاء كلهم من أعلام السنة وقال سبط بن الجوزي الأشهر أنه رد إلى كربلة فدفن مع الجسد والمناوي في الكواكب الدرية الجزع الأول صفحة 57 نقل اتفاق الإمامية على أنه أعيد إلى كربلة وأن القرطبي رجحه رجح هذا الكلام ولم يتعقب لم يتعقب لم يعلق عليه بل نسب إلى بعض أهل الكشف والشهود أنه حصل له اطلاع على أنه أعيد إلى كربلة على أن الرأس أعيد إلى كربلة وقال أبو الريحان البيروني وهو من علماء القرن الخامس الهجري من علماء الفلك وطبيعة والأحياء وقال أبو الريحان البيروني في العشرين من صفار رد رأس الحسين إلى جثته حتى دفن مع جثته وله كتاب معروف سنأتي على ذكره في الحلقات القادمة هذا ما جاء في كتاب عبد الرزاق المقرم المتوفى سنة ألف ثلاثمية واحد وتسعين للهجرة الملحمة الحسينية لمرتضى المطهر المتوفى والذي اغتيل قتلا في أوائل أحداث تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران والرجل معروف من قادة الثورة الخمينية مرتضى المطهر المتوفى سنة ألف وثلاثمية وتسعة وتسعين للهجرة المقرم متوفى سنة ألف وتلاثمية واحد وتسعين المطهر متوفى سنة ألف وتلاثمية وتسعة وتسعين للهجرة الملحمة الحسينية هذا المجلد الذي يتكون من ثلاثة أجزاء في الأصل باللغة الفارسية أشرطة كاسيت فرغت في هذه الكتب في هذه الأجزاء وترجم إلى اللغة العربية هذه الطبعة الثالثة ألف أربعمية وثلاثين للهجرة إنها طبعة مؤسسة طليعة النور قموا المقدسة في الجزء الأول من الملحمة الحسينية حيث يتحدث مرتضى المطهري عن التحريف الذي لحق بتأريخ سيد الشهداء وما جرى في عاشراء وما ارتبط بالمجريات الأخرى التي تفرعت عن ذلك في الصفحة الثانية والعشرين يقول المطهري النموذج الآخر للتحريف هو يوم الأربعين يعني أربعين الحسين عندما يحين موعد الأربعين نسمع جميعا بالتعزية الخاصة بيوم الأربعين يعني أن العائلة جاءت من الشام إلى كربلاء وهناك جابر الأنصاري إلى سائر التفاصيل الأخرى عندما يحين موعد الأربعين نسمع جميعا بالتعزية الخاصة بيوم الأربعين والناس جميعا يعتقدون بأن الأسرى من آل بيت الرسول قد ذهبوا في ذلك اليوم من الشام إلى كربلاء والتقوا هناك بجابر كما التقاه الإمام زين العابدين في حين أن المؤلف الوحيد الذي يذكر هذا الموضوع هو السيد ابن طاوس في كتابه اللهوف على الطفوف المطهر رجل جاهل بالمصادر وإلا مرت علينا المصادر هناك من غير ابن طاوس من ذكر هذا الكلام وتلاحظون أن جمعا من أعلام السنة ذكروا هذا إن كان بالإجمال أو التفصيل مثل ما قرأت عليكم على سبيل المثال من كتاب المقرم قبل قليل لست مهتما بما ذكره المخالفون وإلا لجئتكم بكتبهم وبمصادرهم فهذه الكتب التي ذكرها المقرم موجودة تحت يدي لكنني لا أجد ضرورة لذلك مع ضيق الوقت في حين أن المؤلف الوحيد الذي يذكر هذا الموضوع هو السيد بن طاوس في كتابه اللهوف على الطفوف لكنه هو لكنه هو نفسه كذب ذلك أو على الأقل لم يؤيده في مؤلفاته الأخرى ومر مثل هذا الكلام علينا كان مشككا ابن طاوس ألقيت نظرة على كتابه مصباح الزائر واللهوف وكذلك ألقيت نظرة على كتابه إقبال الأعمال في الحلقة الماضية لكنه هو نفسه كذب ذلك أو على الأقل لم يؤيده في مؤلفاته الأخرى وهذه القصة لا تذكرها الكتب المعتبرة إطلاقا كما أنه ليس هناك أي دليل عقلي على حصولها ولكن هل من الممكن إقناع الناس بعدم حصول مثل هذه الواقعة التي يسمعونها كل عام على المنابر وفي المجالس والتعازي الحسينية إن أول زائر لقبر الإمام الحسين هو جابر ومراسم الأربعين ليست سوى الزيارة المعروفة التي قرأها جابر على قبر الإمام وماذا تصنع يا أيها المطهر بالزيارة المروية عن الإمام الصادق إنه جهل جهل بالمصادر وبكتب المقاتل وبكتب التعريخ وبكتب الأحاديث والروايات وبكتب الأدعية والزيارات وهذا هو حال كبار علمائنا إن أول زائر لقبر الإمام الحسين هو جابر ومراسم الأربعين ليست سوى الزيارة المعروفة التي قرأها جابر على قبر الإمام لا يوجد شيء اسمه تجديد عزاء أهل البيت ولا قدوم الأسرى من آل النبي إلى كربلاء إن الطريق من الشام إلى المدينة باعتبار أن يزيد أعادهم إلى المدينة لا يمر عبر كربلاء أبدا فالطريق إلى المدينة يفترق عن الطريق إلى كربلاء من الشام نفسها إلى آخر كلامه فهذا الرجل ينكر بالكامل مجريات يوم الأربعين هذا الكلام كلام الذين سبقوه الذين سبقوه تخبطوا فجاء وأخذ تخبطهم وجعله أساسا لتحقيق هو تخبط آخر فالرجل لا علم له بالمصادر الأخرى ولا بكتب الأدعية والزيارات وما جاء مرويا عن إمامنا أصادق صلوات الله عليه أو عن إمامنا الحسن العسكري فيما يخص زيارة الأربعين أو 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 هكذا تجري الأمور وهكذا يكون المحققون وما هو بتحقيق إنه تخبط مركب هؤلاء العلماء والمراجع يتخبطون من عند أنفسهم ويتخبطون في تخبط الذين سبقوهم من أساتذتهم ومن العلماء الذين هم يعتقدون فيهم أنهم محققون وتخبط فوق تخبط وبعد ذلك تقدم النتائج إلينا على أنه تحقيق من العارف الفلاني وتطقيق من الفيلسوف الفلاني وأن المرجع الفلاني دقق وحقق ولا ندري دقق من فوق من أسفل لا ندري هكذا نحن مسخرة بتمام معنى الكلمة نذهبوا إلى فصل ومن المطهر المتوفى اغتيالا سنة 1399 للهجرة إلى السيد محمد علي القاضي الطباطبائي أيضا أغتيل هو من أئمة الجمعة في إيران توفي اغتيالا سنة 1400 للهجرة كتابه رجوع الركب بعد الكرب هذا الكتاب ألفه محمد علي القاضي الطباطبائي لأجل لأجل أن يثبت أن العائلة الحسينية توجهت من الشام إلى كربلاء وأن الإمام السجاد جلب معه الرؤوس الطاهرة ودفنت هذه الرؤوس وألحقت بأجسادها الصورة الصحيحة ألف كتابه هذا للدفاع عن هذه الصورة الصحيحة محمد علي القاضي الطباطبائي رجوع الركب بعد الكرب تحقيق حول الأربعين الأولى لمقتل سيد الشهداء الكتاب ألف باللغة الفارسية في أصله وهذه الترجمة ترجمة محمد الكاظمي هذه الطبعة طبعة مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضوية المقدسة الكتاب هذا فيه الكثير من المعلومات التاريخية والروائية لكن أكثر كلامه يمكن أن يرد ويمكن أن يناقش من قبل المنكرين لأنه لأنه ناقش المعلومات وفقا لمعطيات تاريخية لا ترتبط كثيرا بالموضوع على سبيل المثال لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الكتاب كله حاول كثيرا حاول أن يلوي أعناق وكلام العلماء والمراجع المتقدمين المنكرين ككلام المفيد ككلام الطوسي كلام المفيد وكلام الطوسي واضح في إنكارهما لمجريات يوم الأربعين وما كان من مجيء إمامنا السجاد والعائلة الحسينية إلى كربلاء إلى سائر التفاصيل الأخرى لكن القاضي الطباطباء يحاول أن يستخرج شيئا من كلامهما وكلام غيرهما من المنكرين لإثبات ما يريد أو أنه جمع مجموعة من الأحداث التي تشير إلى أن المسافة فيما بين الكوفة والشام والشام يمكن أن تقطع في أيام قليلة ولا علاقة لكل ذلك بالموضوع الذي بين أيدينا فعينما يستدل بالمدة بالمدة الزمانية التي يقطعها صاحب البريد صاحب البريد لا يقطع المسافة لوحده إنما هو بريد من رسول إلى رسول وهناك نقاط للإستراحة وتستبدل الحيوانات وهي سريعة فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه على مسيرة العائلة الحسينية أنا لا أريد أن أناقش ماذا جاء في الكتاب هي محاولة لإثبات الصورة الصحيحة من هذه الجهة فإن الكتاب يكون كتابا نافعا وإن الجهد يكون جهدا محمودا وممدوحا لكن طريقة والأسلوب لا يمكن أن أمدحها أو أن أعجب بها إنه يريد أن يثبت حقائق الدين من خلال كتب التأريخ وهذا فشل بتمام المعنى وخيبة بتمام المعنى أنا لا أريد أن أنتقد الكتاب لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل لكنني حددتكم عنه بالإجمال فحتى الذين يثبتون الصورة الصحيحة إنهم لا يثبتونها بطريق الصحيح وهذا هو عين التخبط عند مراجع وعلماء الشيعة هذه جولة بدأت منذ سنة 413 للهجرة وانتهت عند هذا الكتاب سنة 1400 للهجرة هؤلاء هم الأموات المفيد 413 هذه سنوات الوفاة المفيد 413 المرتضى 436 الطوسي 460 ابن طاوس 664 الكفعمي 950 الكاشفي 910 البهائي 1030 الطريحي 1085 الفيض الكاشاني 1091 الحر العاملي 1104 المجلس المجلس الثاني إنه صاحب البحار 1110 عبد الله البحراني تلميذه لا نعرف بالضبط وبالدقة سنة وفاته هناك أكثر من قول أكثر من احتمال إنه تلميذ المجلس وفي زمانه وبعد ذلك انتقلت إلى الدربندي أغاء الدربندي 1285 للهجرة ومنه إلى محمد تقي سبهر 1297 للهجرة ومنه إلى المحدث النوري 1320 1320 للهجرة وإلى عباس القمي 1359 للهجرة ومنه إلى محسن الأمين العاملي 1371 للهجرة ومنه إلى محمد مهدي الحائري في معالي السبطين المتوفى سنة 1384 للهجرة ومنه إلى المقرم المتوفى سنة 1391 للهجرة ومنه إلى مرتضى مطهري المتوفى سنة 1399 للهجرة ومنه إلى محمد علي القاضي الطباطبائي المتوفى سنة 1400 للهجرة الخلاصة التي وقعت بين أيدينا هناك تخبط بدرجة واخرى عند كل واحد منهم وهناك تخبط مجموعي عند الجميع نذهب إلى فاصل إجمالا هذا الكتاب هو أفضل الكتب التي كتبت في بابها رجوع الركب بعد الكرب لسيد محمد علي القاضي الطباطبائي مع كثير من الخلل والخبط فيه لكنه يدافع عن الصورة الصحيح كانت جولة بين كتب من مات وقت وقت الحلقة انتهى هذه المجموعة من الكتب لمؤلفين معاصرين لمن ألف في هذا الموضوع لا أجد وقتا لعرضها عليكم الآن أتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكن لكنني أريد أن أصل معكم إلى خلاصة هذه جولة بدأت منذ بدايات الغيبة الكبرى منذ المفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاثة للهجرة وإلى محمد علي القاضي الطباطبائي المتوفى سنة ألف أربعمية إنها مدة تصل إلى عشرة قرون من أربعمية وثلاثة إلى ألف أربعمية تنقلت معكم بين كتب أكابري مراجعي وعلمائي ومؤرخي الشيعة ما هي النتيجة التي وصلنا إليها التخبط هل هذا الذي قرأته عليكم يعطيكم صورة واضحة جلية عن مجريات يوم الأربعين أم أن الصورة غائمة ليست واضحة الصورة غائمة عندهم هؤلاء لا يفقهون شيئا مما يجري حوله لا تتوهموا أن الأربعين أمر تأريخي فإن أربعين الحسين أمر عقائدي ديني صرف لابد أن نثبته من الدين نفسه من حقائق الدين من معارف الكتاب والعترة إذا كان التأريخ قد غطى هذا الموضوع فذلك أمر حسن سنجعل ما قام به التأريخ والمؤرخون من تغطية سنجعله في حاشية الموضوع نعتمد عليه ولكن في حدود الحاشية لا نخرج عن حدود الحاشية هذه الحقائق ستتضح لكم بنحو جلي وجلي جدا في قادم الحلقات أتمنى أن تتابعوا بدقة لأن الموضوع أوسع من واقعة الأربعين ومجريات الأربعين إنما الأربعين مثال مثال مع أهمية مجريات الأربعين لكن القضية ستكون شاملة لكل حقائق الدين هذا هو واقعنا الشيعي الغبي الذي كله تخبط وغباء وهذه محاولة زهرائية للخلاص والنجاة من هذا الغباء والتخبط أتمنى أن أكون موفقا في ذلك اللهم يا رب الحسين بحق الحسين إش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سألكم دعاء جميعا في أمان الله شكرا